لا زال حديثنا بخصوص فتنة المدينة عرضت تفاصيلها عليكم ثم دخلت في مناقشتها وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى هذه النقطة من أن كل المعطيات التي عرضت جانبا منها وبقي الكثير من المعطيات التي لم أجد فسحة في الوقت لعرضها بين أيديكم كل المعطيات تقودنا إلى هذه النتيجة من أن قائم آل محمد سيكون مضطرا شديد الإضطرار لإخراج الرجلين من قبريهما أعني أبا بكر وعمار لا بد أن تكشف الحقيقة بشكل كامل ولا بد أن يكون الكشف مستندا إلى الوثائق الدامغة والحقائق التي لا تقبل الشك وإلا سيكون البناء اجتماعيا ثقافيا عقائديا إعلاميا سياسيا أخلاقيا تربويا وفي سائر الاتجاهات الأخرى بناء ليس قويما البناء القويم يقتضي أن يكون على أسس سليمة وواضحة ولهذا فإن إمام زماننا سيكون مضطرا لأن يقوم بهذا الأمر وأعتقد أن المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة وفي الحلقة الماضية بنحو خاص كفيلة كفيلة بأن نصل إلى هذه النتيجة من أن الإمامة سيكون مضطرا شديد الإضطرار إلى هذا الأمر هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن موضوع الإحراق هو مجازات بنفس عملهم فلطالما أحرقوا وأحرقوا أتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان عن سقيفة بني ساعد لقد أحرقوا المصاحف أحرقوا المصاحف الصحيحة وعبثوا بالقرآن شديد العبث أحرقوا المصاحف وأحرقوا أحاديث رسول الله وأول من بدأ بذلك أبو بكر ابن أبي قحافة وأرادوا إحراق أهل بيت النبي أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين وجمعوا الحطبة الجزل وسجروا النار فيه وهجموا على بيت فاطمة لكن الأمر لم يتحقق كما أرادوا إلا أنهم ارتكبوا جريمتهم الكبرى بقتلهم لفاطمة قتلوا فاطمة قتلوها تعذيبا وضربا ورفسا وعصرا بين الباب والجدار الذي فعلته القاعدة وطالبان وداعش وسائر المجموعات الإرهابية الناصبية التي هي تعمل وفقا لهذا المذاق لم يكن ذلك من عند أنفسهم إنما قاموا بتطبيق برنامج سقيفة بني ساعدة إنه البرنامج الأعرابي الناصبي إنه برنامج الوحوش هذا ابن خلدون وهو مؤرخ عربي ما هو بأمازيغي أصله من اليمن إنه ابن خلدون الحضرمي هذا الرجل عربي يمني من اليمن أصوله من اليمن صحيح أنه قد ولد في تونس وعاش ما بين الأندلس وبلاد المغرب العربي وبعد ذلك انتقل إلى مصر توفي سنة ثمانمية وثمانية للهجرة وابن خلدون فقيه مالكي ولذا فإن السلطانة المصرية سيف الدين برقوق نصبه قاضيا للمالكية وكان كبير القضاة للمالكية الرجل الرجل عربي يمني وهو من أتباع سقيفة بني ساعدة فقيه مالكي وكان قاضيا للموالك في مصر دارسوا التأريخ في زماننا ممن درسوا كتب ابن خلدون وسائر المؤرخين الآخرين من العرب والمسلمين هناك دراسات أوروبية وهناك دراسات عربية عند المغاربة وعند المشارقة عند العرب المغاربة وعند العرب المشارقة كل الدراسات تقول من أن ابن خلدون هو أول مؤرخ عربي ومسلم بين المؤرخين العرب والمسلمين تعامل مع التأريخ وأحداثه بمنطق العقل ولذا فإنه أبعد الخرافات وأبعد الوقائع التي لا تقبل عقلا بغض النظر عن دقة كلامهم أو عدم دقته لكن هذا الأمر معروف عن ابن خلدون وعن كتبه فماذا قال ابن خلدون في كتابه المقدمة ومقدمة ومقدمة ابن خلدون مقدمة لكتابه الكبير في التأريخ على أي حال لا أريد أن أسهب كثيرا في الحديث عن ابن خلدون هذه الطبعة الطبعة الداري الذهبية القاهرة مصر في الصفحة الثامنة والستين بعد المئة فصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب وهذا ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان فيما يسمى بجيوش الردة وبجيوش الفتح أحرقوا ما أحرقوا ودمروا حضارة البلدان دمروا الحضارة العراقية والحضارة السورية والحضارة المصرية دمروا هذه البلدان ونهبوها وسرقوها واعتدوا على أهلها وأخذوا بناتهم السبايا وفعلوا ما فعلوا يضحكون علينا ويقولون من أن جيوش الفتح كانت في غاية الرقي وفي غاية التحضر إنهم من الأعراب الأوباش ماذا فعلوا برسول الله القرآن يتحدث عنهم سورة الحجرات تتحدث عن أبي بكر وعمر بحسب البخاري القرآن هو الذي يصفهم بأنهم لا عقل لهم لست أنا عودوا إلى سورة الحجرات لا أجد وقتا كي أقرأ الآيات كاملة الآيات الأولى من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى أن تقول الآية الرابعة بعد البسملة عن أبي بكر وعمر وعن كبار الصحابة ممن لا يملكون أدبا ولياقة في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان ألقادة هؤلاء فماذا سيفعل الجنود إذا كان ألقادة هكذا يتعاملون مع رسول الله فكيف يتعامل الجنود مع بلاد هي بلاد معادية لهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون القرآن ينفي العقل عن هؤلاء عن كبار الصحابة أكثرهم لا يعقلون مر علينا يوم أمس إن الذين يعقلون ثلاثة فقط والذين دارت عليهم الرحى سلمان والمقداد وأبو ذار الذين لم يرتدوا عن دين رسول الله إذا كان كبار القوم هكذا فما هو حال صغارهم أعراب متوحشون ما أنا الذي أقول هذا ابن خلدون هو الذي يقول هذا المؤرخ العربي السني المالقي في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم التوحش مستحكم فيهم بحسب ما يقول ابن خلدون والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة هذه هي أخلاقهم وهكذا تعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عندهم ملذوذا هذا التوحش يريدونه وكلما زاد توحش الرجل وقسوته عد ذلك من عنفوان رجولته أتعلمون أن هذا لا زال موجودا في ثقافة المجتمعات العربية إلى زمن ما هو ببعيد في العراق في العراق مثلا وفي مناطقنا الشيعية المناطق السنية أسوأ في هذا الأمر من المناطق الشيعية في العراق وغير العراق في مناطقنا الشيعية ماذا يسمون اللصوص حينما يأتي رجل اللص كي يخطب امرأة إنني لا أتحدث عن جميع القبائل والعشائر ولكن الأمر هذا شائع فحينما تسأل الفتاة عن مهنته ماذا يقول لها أبوها يجيبها بأنه زلمت لي زلمت لي يعني حرام وكلما كان هذا اللص متخصصا بسرقة الأشياء الثمينة كسرقة الخيول مثلا أو سرقة الأسلحة أتحدث عن البنادق والمسدسات كلما كان متخصصا بسرقة هذه الأمور يكون محترما مبجلا إنني لا أتحدث عن زمان بعيد أتحدث إلى زمان الستينات وسبعينات من القرن الماضي ولا أعتقد أن هذا الأمر قد زال من مجتمعنا لكنه غلف بغلاف آخر مثل ما يمدح الفاسدون الآن الذين هم لصوص وحينما يكون الموظف نزيها أهله وأعمامه يلومونه يقولون له لماذا لماذا أنت لستك فلان وفلان لص لص فاسد من أتباع المرجعية ومن قادة الأحزاب الدينية الشيعية يطلبون من هذا الموظف النزيه إذا كان هناك من موظف نزيه يطلبون من أن يكون لصا كهذا الذي هو من أتباع المرجعية السستانية في النجاف أو هذا الذي هو من كوادر حزب الدعوة الإسلامية أو سائر الأحزاب الأخرى يقولون له عليك أن تكون كهذا اللوص لكنهم لا يستعملون عبارة اللوص أعود إلى ما قاله ابن خلدون والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم لا يريدون الالتزام بالقوانين لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهذا هو الذي يجري في العراق على سبيل المثال ولذا أشرت إلى ما يفعله أتباع المرجعية اللصوص وكوادر الأحزاب الدينية الشعية اللصوص لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران مراده من العمران لا يتحدث عن البناء هنا حديثه عن الحضارة عن التحضر أن تكون الدول عامرة عامرة بالحضارة وبالتمدن وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب هذا هو حال العرب يتحدث عن بداياتهم الرحلة التنقل والتغلب أن يتغلب على غيرهم كي يسلبوه أمواله وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له فالحجر مثلا الحجر الذي تبنى به القصور والبيوت فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافية للقدور فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك يقول إذا ما دخلوا مدينة يخربون القصور والبيوت كي ينتفعوا من حجر من صخرة لكي يصنعوا منها أثافية للقدور الأثافي هي الأحجار التي ينصب عليها القدر يوضع عليها القدر حينما تسجر النار تحت القدر هذه هي الأثافي إنه يتحدث عن حقائق الذين دخلوا إلى العراق ودخلوا إلى سوريا ودخلوا إلى مصر فعلوا ذلك والذين ذهبوا إلى شمال أفريقيا فعلوا ذلك يهدمون القصور لأجل أن يأخذ صخرة حجرا كي يضعه تحت القدر فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافية للقدور خالد بن الوليد سيف الشيطان المسلول وما هو بسيف الله المسلول سيف الله المسلول علي بن أبي طالب في رواياتنا حاول قتل فاطمة بالسيف لكن أمير المؤمنين حال فيما بينه وبين ذلك حينما هجموا على دار فاطمة هذا اتفاق فيما بينه وبين أبي بكر وعمار فحاول قتلها بالسيف والذي منعه من ذلك أمير المؤمنين هذه الرواية مذكورة في كتبنا في أحاديثنا في ثقافة العترة الطاهرة ماذا فعل بمالك ابن نويرة خالد بن الوليد ماذا فعل بمالك ابن نويرة الذي قال عنه رسول الله من أنه رجل من أهل الجنة لأن مالكا رفض خلافة أبي باكر فقال أبو بكر ومن معه من جلاوزته من أن الرجل ارتد عن الدين وأرسل الجيش إلى قبيلة مالك ابن نويرة والجيش كان يقوده خالد بن الوليد وخالد خدعهم ما قال لهم إننا جئنا لقتالكم نزلوا عليهم عضيافا ونزل ضيفا عند مالك ابن نويرة الذي كان زعيما لقبيلته واتفق مع الجيش الغادر ليس مع جيش المسلمين هؤلاء ما هم بمسلمين قال لهم إنني سأخرج وأقف في وسط البيوت وأقول يا معاشر المسلمين أدفئ أخوانكم لأن الجو كان باردا قال إذا سمعتم هذا فقوموا إلى صاحب البيت واقتلوا إلى الذي ضيفهم وهكذا قتلوا الرجال وخالد قتل مالك ابن نويرة غدرا ثم ماذا فعل ثم زنى بزوجته لأنها كانت جميلة جدا وكان قد رآها أيام الجاهلية فزنى فزنى بزوجته وماذا فعل أيضا ووضع رأس مالك جعله من ضمن الأثاف تحت القدر جعله أثفية الأثاف مفردها الأثفية فجعل رأس مالك أثفية وكان مالك ابن نويرة غزير الشعر وكان شعره طويلا لذا لم يحترق وجهه لأن النارة أخذت تأخذ في شعره إلى أن انطفأت فما هو بغريب أن يهدموا قصرا كي يجعلوا من صخرة أو من حجر أثفية لقدر يطبخون فيه طعاما لهم فخالد جعل رأس مالك ابن نويرة أثفية هذا رجل من أهل الجنة ألا لعنة الله عليهم هذا هو دين سقيفة بني ساعد لماذا تستغربون من داعش ويخرج بعض المعممين السنة يتهجم على داعش ما هو هذا دين سيف الله المسلول هذا دين أبي بكر حتى حتى حينما طلب عمر من أبي بكر أن يعاقب خالدا على ذلك لأن الناس تكلموا وكان فيما بين خالد وعمر عداوة منذ أيام الجاهلية فإن خالدا كان يحتقر عمر بن الخطاب يحتقره شديد الاحتقار لأنه من عائلة من أسرة وضيعة جدا وخالد من أسرة غنية وإن كان أبوه ابن زنا بصريح القرآن القرآن وصف الوليد ابن المغيرة بأنه زنيم عتل بعد ذلك الزنيم الزنيم هو ابن الزنا فوالد خالد الذي هو الوليد ابن المغيرة بصريح القرآن هو ابن زنا وفي ثقافة العترة فإن ابن الزنا لا يطهر إلى الجيل السابع وخالد هو الجيل الثاني فنجاسة أبيه التي هي بصريح القرآن من أنه عتل بعد ذلك زنيم الوليد ابن المغيرة ابن زنا وابن الزنا لا يطهر إلى الجيل السابع أنا لا أريد أن أخوضه في كل صغيرة وكبيرة لكن الرجل أتحدث عن ابن خلدون هو صادق فيما يقول على الأقل هنا فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافية للقدر فينقلونه منه المباني ويخربونها عليه يخربونها لأجل أن يأخذ حجرا كي يجعله أثفية تحت القدر ويعدونه لذلك والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذ الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه سقوف القصور التي فيها خشب يخربونها كي يأخذ الخشب لأجل خيامهم هؤلاء هم العرب وهذه حقائق هذا الرجل يتحدث عن خبرة وطلاع ومعرفة بوقاع التأريخ والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذ الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك السقف أو السقف المعنى واحد فيخربون السقف عليه لذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران هذا في حالهم على العموم وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه بل كل ما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو معون انتهبوه فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصناع والحرف أعمالهم ولذا عبر التأريخ وإلى يومنا هذا أصحاب الصناع والحرف إذا أردنا أن نبحث عن أصولهم سنجد أنهم ليسوا من العرب وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصناع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ويستحقرون أصحاب الحرف والصناع يستحقرونهم وإلى اليوم هذا موجود في أعراف القبائل العربية فهم لا يزوجون بناتهم من أصحاب الحرف والصناع ويعدون ذلك عيبا وأيضا فلأنهم يتلفون على أهل الأعمال من الصناع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قصط من الأجر والثمن والأعمال كما سنذكره هي أصل المكاسب وحقيقتها وإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابذعر الساكن وفسد العمران الكلام طويل هذا الفصل يتحدث عن العرب الفصل الثاني كذلك إلى أن يأتي الفصل الثالث في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ويستمر كلام ابن خلدون بهذا الخصوص وهذا هو الذي جرى في خلافة الأول والثاني والثالث يضحكون عليكم من أن الخلافة كانت متحضرة أبو بكر حينما أراد أن ينصب عمر في كتب السنة في كتب السنة في كتب التعريخ والسيار الصحابة اعترضوا عليه وقالوا له ماذا تقول لله وأنت تنصب هذا الغليظ الجافي القاسي هذا تقييم الصحابة لعمر عدوا وقرأوا كتب السنة هذا الكلام موجود فيها والتفاصيل تحدثت عنها ومن المصادر في برامج السابقة لا أريد أن أعود إليها لا أملك وقتا كافيا لذلك سأأخذكم إلى خطبة من خطب أمير المؤمنين من نهج البلاغة الشريف هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان خطبة معروفة جدا من خطب أمير المؤمنين إنها الخطبة التي تعرف بالخطبة الشقشقية يتحدث فيها أمير المؤمنين عن جانب من هذا الذي كنت أحدثكم عنه ولكن قبل أن أقرأ عليكم منها نذهب إلى فاصل يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل حكيم يا أعلم من كل حكيم يا أقدم من كل قدير يا أكبر من كل حكيم يا ألطف من كل لطف يا أجل من كل جلیل يا أعظم من كل حكيم يا أعظم من كل پتير يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفعل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الظهر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا لطيف ألغى خلسنا من النار إنها الخطبة الثالثة بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الرابعة بعد العاشرة وما بعدها سأقرأ جانبا من هذه الخطبة المعروفة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإن كانوا يشككون فيها لا شأن لنا بهؤلاء المرضى كلام علي واضح أول جملة أتحدى الجميع أن يستطيعوا أن يغيروها أتحدى الجميع في أول الخطبة ماذا قال أما والله لقد تقمصها المطبوع هنا فلان وهذا تحريف في النصوص الأصلية أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة هل يستطيع أحد منكم أن يغير هذه الكلمة تقمصها بكلمة أخرى تعطي نفس الجرس الموسيقي للكلمة وتعطي نفس الإيقاع ونفس الدلالة فكروا إلى سنة بل إلى سنتين لن تجدوا كلمة يمكن أن تكون في محل هذه الكلمة أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة تقمصها جعل الخلافة قميصا له فهو عار هو عار جعل الخلافة قميصا له إذا ما خلع القميص ظهرت عوراته القبيحة هذا هو الذي يريد أمير المؤمنين أن يقول الرجل عار من الفضل وعار من الكمال تقمص الخلافة أذكر لكم مثالا أمه 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 زوجة أبي قحافة وهي ابنة أخي أبي قحافة أبو قحافة تزوج بنت أخيه والتي والتي سقيفة بني ساعدة كي تبحث عن أم الخليفة ستجدون أن أم الخليفة يقال لها أم الخير بالضبط أمه أمه أم صدام أم صدام يقال لها التكسي كل أحد يستطيع أن يركب في التكسي ولكن أمه قد توفيت في جملة الأخبار هكذا سمعت المذيعة الذي يقرأ الأخبار من البي بي سي يقول لقد توفيت هذا اليوم السيدة صباح والدة رئيس الجمهورية صدام حسين توفيت السيدة صباح فتحولت من صبح إلى صباح ومن التكسي إلى أم المناظلين وهكذا تحولت أم أبي بكر من أم الذبان إلى أم الخير حينما تقمص الخلافة هذا هو الذي يريد أن يشير إليه أمير المؤمنين قطعا هذا مثال بسيط أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء ليس البرنامج معدا لشرح الخطبة الشقشقية إنما جئت بها مثالا لإعطاء صورة أوضح للذي كنت أتحدث عنه قبل قليل أما والله لقد تقمصها جعلها قميصا وستر عوراته بذلك فصنعت له الكرامات وصنعت له المناقب أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة القطب هو الذي يكون في مركز الرحة لا أريد أن أشرح كل شيء وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة فإن الرحة حينما تدور تدور حول قطبها ومن دون القطب لا يمكن للرحة أن تدور بنحو صحيح ولا يمكنها أن تؤدي دورها في طحن طحينها وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة ينحدر عن السيل لعلو ذلك الجبل فالسيل ينحدر عن الجبال ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير مهما حاول أن يرتفع الطير فإنه يعجز عن أن يصل إلى ذروة ذلك الجبل وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبة لأن النبي كان قد أوصاه إذا اجتمع معك الناس فقاتلهم وقتلهم ولكن إذا تفرق الناس عنك فاصبر فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا هذه التعابير كنائية تشير إلى أن الإمامة أعرض عن الأمر فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا الكشح هو جانب الإنسان خاصرة الإنسان فحينما ينقلب الإنسان من الجهة اليمنى إلى اليسرى أو من اليسرى إلى اليمنى يقال عن بأنه قد طوى كشحا أي غير الجهة التي ينام عليها فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء ليس هناك من أنصار وتلك هي وصية رسول الله أن أصبر وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء الطخية هي الظلمة وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هات أحجى هذه العبارات بحاجة إلى شرح لكنني أحاول الإجازة والاختصار فرأيت أن الصبر على هات أحجى فصبرت وفي العين قذا ما يدخل إلى العين مما يؤلمها ويؤذيها ويجرحها فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجى وحلق الإنسان هو موضع ذبحه والشجى ما يعترض الحلق من عظم وغيره ما يكون سادا لحلق الإنسان فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبة التراث هو الميراث هذا يذكرني بما قالته زينب الكبرى يوم الطفوف بعد أن قتل سيد الشهداء وهجم القوم على الخيام فماذا قالت وهي تتحدث عن الحسين تنعى الحسين بأبي بأبي من عسكره عسكره يوم الاثنين نهبة الحسين لم يقتل في يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وآله استشهد في يوم الاثنين رحل عن الدنيا في يوم الاثنين إنها تريد أن تقول من أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين من أن عملية السلب والنهب من هناك بدأت بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبة أرى تراثي نهبة حتى مضى الأول لسبيله يتحدث عن ابن أبي قحافة فأدلى بها أيضا هنا تحريف إلى فلان بعده فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده هكذا في النصوص الصحيحة فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده بعد ذلك الإمام تبثل ببيت للأعشى شتان ما يوم على كورها ويوم حيان أخي جابري هذا البيت سار مسار الأمثال على ألسنة العرب إنها مقارنة بين أمرين يوجد بينهما أختلاف كبير الأعشى يقول هناك فارق بين أن أكون على ظهر ناقتي في الصحراء وفي ذلك الحر الشديد وأنا عاطش متعب جائع وبين أن أكون في ضيافة حيان ويوم حيان أخي جابري كان صديقا للأعشى وكان يكرمه إكراما عظيما شتان ما يوم على كورها في الصحراء وفي الحر الشديد ويوم حيان أخي جابري وحينما أكون ضيفا مكرما معززا عند حيان في داره وضيافته ونعيمه فيا عجبا بين هو يستقيلها أبو بكر كان يردد هذا الكلام أقيلوني أقيلوني وكان يكذب في ذلك كان يكذب في ذلك لأن القضية مؤامرة من بدايتها فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذا كان صادقا لماذا إذن يعقدها لشخص من بعده إذا كان يريد الإقالة يريد أن يتخلص من المسؤولية في حياته لماذا يتحمل المسؤولية كذلك بعد موته لأنه لم يكن صادقا كان كاذبا كان يضحك على المسلمين حينما يقول أقيلوني فيا عجبا بينه ويستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فكأن أبا بكر وعمر رضع من ثدي واحد لشد ما تشطر ضرعيها ضرع الناقة هو ثديها فكأن الرجلين شرب من الضرع نفسه فصيرها ابن أبي قحافة صيرها في حوزة خشناء في حوزة قاسية صيرها عند عمر الذي كان غليظا وقاسيا وجافيا فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كالمها جراحها مؤلمة غليظة غليظة قاسية فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها كلمها جراحها ويخشن مسها خشنة في كل اتجاهاتها ويقثر العثار فيها إنها خلافة الضلالة ويقثر العثار فيها والاعتذار منها لكثرة عيوبها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقح فصاحبها كراكب الصعبة إن كان عمر أو كان الولاة أو كان الناس الصعبة هي الناقة التي لا تعطي ظهرها لراكبها هي الفرس التي لا تعطي ظهرها لراكبها فيركبها وبيده الزمان بيده الحبل كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم إن أراد أن يتحكم بها فإنها تصارعه تمانعه النتيجة ما هي بسبب شده للزمام فإنه سيخرم أنفها سيقطع أنفها وإذا أعطاها الحبل تقحمت فيه في كل مكان وأهلكته وإن أسلس لها أعطاها الحبل تقحمت فيه فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم إذا جر الحبل وإن أسلس لها أعطاها الحبل تقحم تقحمت به في المهالك فمني الناس فابتلي الناس لعمر الله بخبط وشماس كانت خلافة ضلالة خلافة خبط لا يوجد تمييز بين الحق والباطل فمن الناس لعمر الله بخبط وشماس وأما الشماس فهي حالة الذي يركب على الفرس وهي تلقي به على الأرض لا يستطيع أن يستقر على ظهرها هذا هو شماس الفرس فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون ليس هناك من ثبات إنه النفاق واعتراض إنهم يسيرون في هذا الاتجاه ولكن بنحو عرضي الأمور مختلة إنهم يحدثوننا عن خلافة عمر وكأننا كنا نعيش أفضل الأيام يحدثوننا عن خلافة مزدهرة وعن دولة يانعة وعن عدالة لا مثيل لها هذا تقييم أمير المؤمنين لخلافة عمر فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم الشورى العمرية التي هي مصداق من مصاديق الإرهاب لأن الذين سيعترضون تضرب رؤوسهم هكذا وضع قانون الشورى عمر بن الخطاب اقرأوا كتب التاريخ هذا ما هو كلامي أنا لا أجد وقتا كي أفصل لكم حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله والشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم مع ذك الأول الذي مضى فيا لله والشورى متى اعترض الريب فيا مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر هذه الكلمة مجعة مجعة هذه الكلمة علي يقرن إلى هذه النظائر علي الذي بصريح القرآن هو هو نفس رسول الله يقرن إلى هذه النظائر التي ماذا أقول عنها القرآن قال عنهم بأنهم لا يعقلون مع هؤلاء الأوباش فيا لله والشورى متى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لكني أسففت إذ أسف أصبحت كالطير إذا ما نزل الطير نزلت إذا ما نزل إلى الأرض لكني أسففت إذ أسف اتبع الكذاب إلى باب داره كما يقولون لكني أسففت إذ أسف وطرت إطار فصغى رجل منهم لضغنه صغى ماله إنه يتحدث عن سعد بن أبي وقاص الذي كان يبغض أمير المؤمنين وكان أحد رجال الشورى العمرية فصغى رجل منهم لضغنه لحقده هذا سعد بن أبي وقاص ومال الآخر لصهره مع هن وهن وهذا الآخر هو عبد الرحمن ابن عوف مال لصهره مال لعثمان لأن عبد الرحمن ابن عوف كان متزوجا من من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط هي أخت عثمان من أمه لأن أروى بنت كريس التي هي أم عثمان ابن عفان كانت قد تزوجت قبل عفان والد عثمان من عقبة ابن أبي معيط ولذا فإن الوليد ابن عقبة هذا الذي وصفه القرآن بأنه فاسق في سورتين في سورة السجدة وفي سورة الحجرات والذي نصبه عثمان واليا على الكوفة واليا على العراق هذا الذي يأتي إلى المحراب يصلي وهو سكران ويقرأ بدلا من الفاتحة علق القلب الرباب بعدما شابت وشاب ويتقيأ في محراب المسجد ويصلي صلاة الصبح ثمانية ركعات والعراقيون البهائم يصلون خلفه منذ ذلك الوقت هذا أخ عثمان من أمه من أمه أروى وأروى كانت هو يا حباب هو يا حباب إمامنا الحسن في مجلس معاوية وبمحضر عمر بن عثمان بن عفان ومحضر عمر بن العاص ومحضر عتبة بن أبي سفيان ومحضر المغيرة بن شعبة ومحضر الوليد بن عقبة الإمام الحسن قال للوليد بن عقبة ما أنت بابن عقبة أمك زانية زنى ذكوان الرومي بأمك أنت ابن ذكوان الرومي وإن أمك قد أخبرتك بذلك وقالت لك إنني نسبتك لعقبة لأن أباك ألأموا من عقبة فلم يستطع أن يرد شيئا والجميع ما استطاعوا أن يردوا على الإمام الحسن لأنهم كانوا يعرفون هذه الحقيقة ولذا حينما يتحدث أئمتنا بخصوص الآيات التي حرفت في مصحف عثمان يقولون حرفها ابن أروى ابن أروى هو عثمان ابن عفان تأريخ أسود تأريخ أسود هذه الحقائق موجودة في كتبنا وكثير منها موجود في كتب القوم وقد قرأتها وأخرجتها من مصادرهم في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على هذه التفاصيل فعبد الرحمن ابن عوف كان زوجا لأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط التي هي أخت لعثمان من جهة أمه هكذا فعل بنا الأصهر عبد الرحمن ابن عوف سرق أموال المسلمين فعل ما فعل وهو أحد الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة مثلما قرأت ذلك عليكم من الكاف الشريف في الحلقات المتقدمة في زمن عثمان الأمة ماذا لقيت من مروان بن الحكم الذي هو زوج بنت عثمان وماذا لقيت من عبد الرحمن ابن عوف الذي هو زوج أخت عثمان من أمه الحكاية هي الحكاية هذا هو الذي يجري في الواقع السني وفي واقعنا الشيعي ماذا لقينا من أصهار الزعماء والقادة الشيعة وماذا لقينا من أصهار آيات الله العظمى من أصهار المراجع البتريين اللعناء في النجف وكربلا ماذا لقينا حينما أقول لكم إن سقيفة بني طوسي هي امتداد طبيعي لسقيفة بني ساعدة لكنها أقبح وأقدر وألعن ولست أنا الذي أقول إمامنا الصادق هو الذي يقول لأن الإمام الصادق قال عن سقيفة بني ساعدة من أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين السقيفة قتلت الحسين أما سقيفة بني طوسي حينما تحدث إمامنا الصادق عن مراجع النجف وكربلا فقال إنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أعود إلى الأصهار فصغى مال رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن مع أمور أخرى مع أمور أخرى قبيحة يعبر عن الأمور القبيحة بهن وهن بل إن العرب تطلق هذا العنوان حينما يقولون هن أو هن إنهم يعبرون بهذا التعبير عن عورة الرجل أو عن عورة المرأة ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم إنه عثمان بن عفان نافجا حضنيه حضن الرجل هو هذا ما بين صدره وخاصرته نافجا حضني أي أنه حينما يسير يتحرك يرفع بدنه وهذا ما يفعله المتكبرون المترفون نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه إنه يشبهه بالحيوانات فالنثيل هو المكان الذي تضع الحيوانات فيه فضلاتها والمعتلف هو المكان الذي تأكل منه الحيوانات فالإمام يريد أن يقول بأن هذا الرجل الذي يظهر التكبر والتباهي هو بين موضع خرائه وموضع أكله فالنثيل هو موضع الخراء إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه هذا هو مستواه في نظر أمير المؤمنين هذه الحقائق موجودة بين أيدينا لا يتحدث بها أحد إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله بين محل خرائه ومعتلفه ومحل طعامه وقام معه بن أبيه إنهم الأمويون ألا لعنة الله عليهم وقام معه بن أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته شهواته فقتل عثمان وألقي جثته على المزاب ودفن بعد ذلك في مقابر اليهود لأن المهاجرين والأنصار لم يعدونه من المسلمين ولذا دفن في مقابر اليهود هذه هي الحكاية الحقيقية هذا هو الذي جرى في أول الأمة والمسلمون عبر القرون مسخرة مضحوك عليهم وإلى هذه اللحظة أنا لا أجعل الكلام محصورا بهذه الخطبة عرضت لكم الكثير من الحقائق من كتبنا الشيعية ومن كتبهم السنية وعرضت الروايات والأحاديث على القرآن عرضا واضحا صريحا وكل الكلام جاء منسجما مع منطق العقل ومع بلاغة النصوص العربية حتى التي حرفت منها لازالت نصوص العترة الطاهرة تحتفظ بشيء من جمال بلاغتها مع أنها حرفت وفوق كل ذلك فإن التأريخ يشهد بهذه الحقائق إن لم يشهد بكاملها فإنه يشهد بكثير منها أما الواقع فهو نتيجة طبيعية لكل تلك المعطيات الواقع موجود بين أيدينا انظروا إلى الواقع الذي عليه المسلمون عموما انظروا إلى الواقع السني وإلى مهزلة الدين عندهم وانظروا إلى الواقع الشيعي وإلى مسخرة الدين عندهم الواقع الواقع يصدق كل هذه الحقائق فهذه النصوص الشيعية وهذه النصوص السنية وإنني لا أقبل النصوص الشيعية إلا بعد عرضها على القرآن لأنني أتبع في ذلك المنهج الزهرائي مثلما ضربت لكم مثالا حينما كانت تعرض الحديث الذي كذبه أبو بكر وكذبته عائشة من أن النبي لا يورث ماذا فعلت فاطمة عرضت الحديث على آيات الكتاب وأثبتت كذبه هذا هو المنهج الزهرائي الذي نحن عليه فإنني أعرض الأحاديث التي في كتبنا إذا شككت فيها أما التي أعرفها بأنها أحاديث العترة فإنني لا أعرضها على القرآن الذي أشك فيه أعرضه على القرآن وبين أيديكم وأمام أعيونكم وأتبع قواعد المنطق السليم ولا أخرج عن الأدب العربي وعن البلاغة العربية التزم بتلك الموازين وتلك القواعد والثوابت وبعد ذلك أعطف الحديث على كتب المخالفين أنفسهم وأتيكم بالأحاديث من البخاري ومن مسلم من مصادرهم الرئيسة الأولى وأضعوا الحقائق بين أيديكم بنحو واضح ولغة عربية مفهومة جزلة ببيان سلس وأكرر الكلام وأضرب الأمثلة وأذكركم بالتأريخ وأشير إلى الواقع الذي بين أيدينا فماذا أفعل بعد ذلك لو كنت قادرا على أن أفعل أكثر من ذلك لفعلت نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر